وأنا دائما أدقق على أمر ربما يفاجأ منه المستمعون أو المشاهدون هناك من يصنف الشعراء على أن هذا إسلامي وهذا غير إسلامي مثلا أنا طبعا لست مع هذا التصنيف أنا مع أن هناك شاعر ملتزم وشاعر غير ملتزم الشاعر ملتزم هو الشاعر الملتزم بالأدب العام وبقضايا أمته ولكن هنا نتكلم عن الالتزام الأخلاقي وهناك الشعراء غير ملتزمين فمثلا هناك ألفاظ ربما تأتي نابية أو بذيئة في أشعارهم أو هناك تجريح في معتقدات الآخرين أو الذات الإلهية هذا أصنفه في الشعر الغير ملتزم حتى لا نخسر كثيرا من رصيدنا فهناك شعراء لم يكنوا إسلاميين ولكن كانوا ملتزمين وأعتبر هؤلاء في رصيدنا وليسوا في رصيد غيرنا ما أردته هنا هو أن يخرج الشاعر عن التقليد فالإسلامية إذا جاز التعبير قيدت كثيرا من الشعراء وأنا أعرف كثيرا منهم كتبوا دواوين ودواوين ولكنها لم تقرأ لأنهم حصروا أنفسهم وقيدوها بالإسلامية إذا جاز التعبير بآيات القرآن وأن ينضبطوا بما يتوافق مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره فلم يحلقوا في هذه الفضاءات الواسعة كما حلق فيها محمد أقبال رحمه الله ومحمد أقبال من أكبر الشعراء الإسلاميين إذا جاز التعبير نعم وهو الذي فتح أفاق أو كما حلق في هذه الفضاءات أحمد شوقي رحمه الله وهو الذي نال بالجدارة لقب أمير الشعراء ترجمة نانسي قنقر